صباح الخير وأهلا وسهلا بكم إلى معرض الصحافة نقدمه لكم مباشرة من أسجهات الشروق الإخبارية ونستهله كما جرت العادة بجريدة الشروق اليومي والتي عنوانت صدر صفحتها الأولى فيما يخص مخرجات مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية أمس أسطول جوي وبحري جديد تعنوين الشروق وتكتب في عنوان فرعية اقتناء 15 طائرة جديدة وبواخرة للنقل المسافرين والسلعة الموافقة على برنامج الرحلات الجديدة للجوية الجزائرية وإعادة النظر في مشروع قانون الممارسات التجارية وتقرؤون أيضا في عنوان عائسي آخر في افتتاحية الشروق لنهار اليوم المخزن ورشاد والماك يزرعون الفتنة بين الجزائريين وتقرؤون المغرب يدفع ملايين الدولارات من عوائد المخدرات للتآمري على بلادنا والنيابة العامة تلتمس عشر سنوات للعسكرية السابق محمد بن حاليمة تقرؤون أيضا على رأسي صفحتها الأولى في شأن دولي مصر عارضت فرحة عباس وإعدام بن حبيلس فجر الخلاف تقرؤون مشاهدين في صفحتها الأولى أو الثانية من جريدة الشروق الصادرة لنهار اليوم أو صفحتها الثالثة أقول اقتناء خمسة عشر طائرة جديدة وبوخر لنقل المسافرين والسلاع هذا ما كشف عنه رئيس تبون خلال ترأسه لمجلس الوزراء أمس الموافقة على برنامج الرحلات الجديدة للجوية الجزائرية ومراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستراد وتقنينها بمرسوم تنفيذية حيث وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأحد على الانطلاق في المرحلة الأولى من مشروع استغلال منجم الحديد بغرج بيلات وفي وقت الزمى الرئيس عبد المجيد تبون الحكومة بمواصلة إسراء مشروع قانون ترقية الاستثمار للفصل في أمره مستقبلا وإعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية رخص الرئيس للجوية الجزائرية باقتنها 15 طائرة قصدة تعزيز شبكة رحلتها بالأخص نحو إفريقيا وآسيا تقرأونا في صفحة الرابعة من جديدة الشروق في شأن تربوي الأساتذة المتعاقدون يهددون الإدماج أو مقاطعة البكالوريا نظم الأحد الأساتذة المتعاقدون وقفة احتجاجية هي الخامسة من نوعها خلال السنة الجارية أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعناصر الجزائر العاصمة للفت انتباه القائمين على وزارة التربية الوطنية إلى مطلبهم الرئيسة وهو الإدماج في مناصب قرى من دون قيد أو شروط أو مقاطعة الامتحانات المدرسية التي ستجرى في الفترة بين السادس والسادس عشر جوان المقبل حيث أوضح ممثل الأساتذة المتعاقدين في تصريح للشروق بأن الوقفة الاحتجاجية التي نظموها الأحد تعد الخامسة من نوعها بعد الوقفات التي نظمت شهر أكتوبر وديسمبر وفيفري من السنة الماضية والجارية أمام مديرية التربية لولاية البوليدة لأجل مناشدة التدخل العاجل لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للنظر في مطلبهم الرئيس المطروح وهو تسوية وضعيتهم المهنية والإدارية العالقة منذ عدة سنوات تقرأون أيضا مشاهدي نظم جريدة شروق الصادرة لنهار اليوم يوم ضحايا مجازر الثامن مايه ألف وتسعمائة وخمسة وأربعين قد يصلون إلى تسعين ألف شهيد حيث أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملفي الذكر والأرشيف عبد المجيد شيخي الأحد أن أحداث الثامن من مايه كان مخططا لها كشفا عن بعض التقديرات التي تتحدث عن تسعين ألف شهيد وقال شيخي في حوار لإذاعة الصيف بمناسبة ذكرى الثامن مايه ألف وتسعمائة وخمس وأربعين إن بعض المصادر الأمريكية تحدثت عن وقوع تسعين ألف شهيد نظرا لهول المجازر المرتكبة في تلك الفترة وحسب نفس المتحدث فقد تم الإعداد لهذه الأحداث قبل الثامن مايه بسنة تقريبا بعد استنفار الجيوش الفرنسية في تونس والمغرب ورفع مستوى التدريبات إلى جريدة البلاد والتي عنونت صدر صفحتها الأولى الرئيس يأمر الحكومة بإثراء قانون الاستثمار للمرة الثانية ومجلس الوزراء يرخص باقتناء خمسة عشر طائرة بواخر سلاعة وحبوب تقرؤون أيضا في شأن أمني التحديات الرهنة تستدعي الوحدة هذا ما أكدته مجلة الجيشة التي حذرت من مؤامرات إحباط المشروع الوطني وفي التربية تقرؤون سحب استدعاءات امتحاني البيام والباك بداية من العاشر من شهر ماي فيما شرع المترشحون الأحرار في اجتياز اختبار التربية البدنية أمس وتقرؤون في تفاصيل جريدة البلاد الصادرة لنهار اليوم وفي صفحتها الثانية هذا المقالة مجازر الثامن من ماي الف وتسعمائة وخمس واربعين عالف فرنسا الأزل جنائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم حيث وحية الجزائر أمس اليوم الوطني للذكرة المخلط للذكرة السابعة والسبعين لمجازر الثامن من ماي الف وتسعمائة وخمس واربعين والتي يؤكد المؤرخون أنها واحدة من أفضع الجرائم ضد الإنسانية وضد القيم الحضارية التي لا تسقط بالتقادم رغم المحاولات المتكررة لتمسها وبعد قرابة ثمانية عقود من تغاضي ونكران الطرف الفرنسي لهذه الجرائم التي يصفها الحقوقيون بحرب إبادة جماعية حقيقية تدخل في خانة الجرائم ضد الإنسانية تفاصيل هذا المقال في الصفحة الثانية من جريدة البلاد الصادرة لنهار اليوم جريدة المسائه الأخرى تقف عند قرارات الرئيس ومخرجات مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس وتكتب خمسة عشر قرار هاما رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بإجراءات جديدة لتقوية الاقتصاد وفي عنوان فرعي تقرأون اجتماع خاص لمجلس الوزراء للفصل في مشروع قانون الاستثمار وإعادة النظر في مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية تفاصيل هذا العنوان في الصفحة الثالثة وتقرأون أيضا على رأس صفحة الأولى طيار والجيش كفاءة في قيادة الطائرات الحديثة تقرأون مشاهدين ضمن جريدة المساء هذا المقال الجزائر ستنتصر على كل الخوانة والمتربسين حيث أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير أن التحديات التي تواجه الأمة الجزائرية تستدعي التحلي بروح الوحدة بين مختلف شرائح الشعب والانسجام والتلاحون بين صفوفه مع وضع الثقة الكاملة في مؤسستها الدولة تقرأون أيضا مشاهدين في جريدة النصر الصادرة لنهار اليوم الرئيس تبون يأمر بضبط الاستراد وتطوير نظام المراقبة والفريق شنغريحا يشرف على تدريب النهائي لاستعراض جوية أما الخبر فتكتب هي الأخرى صدر صفحتها الأولى إبرام عدة اتفاقيات خلال زيارة الرئيس تبون إلى روما وسحب استدعاءة البيام والباكة ابتداء من غدا تفاصيل الموضوع في صفحتها الثالثة أما في صحافتها العالمية والعربية منها تقرأون في القدس العربية صادرة لنهار اليوم بنيت يتنكر لدور الأردن في الوصية على المقدسات ورئاسة الفلسطينية تصرح قرارات استعمارية عنصرية أما فيما يخص الجزائر فتكتب القدس العربي صدر صفحتها الأولى الجزائر رئيس مجلس الأمة يبدأ عملية حجد لمبادرة المصالحة مع المعارضة التي أطلقها الرئيس تبون وتكتب أيضا في الثقافة وتتساءل لماذا يموت الفنان في الجزائر فقيرا تفاصيل هذا المقال تأتيكم في صفحتها رقم 22 تقرأون أيضا في صحافتي الأجنبية الفرنسية منها هذا العدد من الباريزيا التي تساءلت هل سوف نعيش نقصا في المياه هذا الصيف بعد موجة الحرارة الأولى التي تعيشها فرنسا تفاصيل هذا المقال في صفحتها الثانية والثالثة وتكتب صدر صفحتها الأولى حرب أوكرانيا المدرسة الشهيدة بهذا مشاهدين نختم عدد اليوم من معارض الصحفة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء